بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية طيبة لكم أيها السادة الكرام في مثل هذه اللحظات منذ عام المضى وفي الحجر رقم 166 في مستشفى الرميلة في مدينة الدوحة ترجل الفارس وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الوالد الحبيب فضيلة الشيخ العلام الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله رحمة الوصح وجزاه خير الجزاء عما قدم للأمة الإسلامية وللبشرية كلها والله نسأل أن يعوض الأمة في هذا المصاب الجلم وها هي الأيام تمضي ومر عام كامل وما زال ذكر الوالد الحبيب يسري كالعطر في مجالس الأخيار وما زالت أفكاره ومواقفه تضرب كالصاعقة على رؤوس الظالمين الأشرى راهن بعض الحاقدين على اختفاء أفكار الشيخ برحيله وها هي شجرة فكر وسطية القرضاوي تثبت بفضل الله ثم بفضل تلاميذه وأبنائه وأسرته أن أصلها ثابت وفرعها في السماء وها هي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقد صدر بفضل الله تعالى وتوفيقه خلال هذا العام ووسوعة الأعمال الكاملة للإمام القرضاوي وهي عمل عظيم أشرف فيه الوالد على جمع أعماله الكاملة وتفرغ لذلك عدة سنوات وعاونه في ذلك تلاميذته والباحثون في مكتبه لقد عمل بنفسه حتى بعد إصابته بالكورونا كان يعمل بنفسه لإتمام هذا العمل العظيم ومن فضل الله أنه قد أتمه بشكل كامل قبل رحيله رحمه الله طبعا الحديث عن الموسعات في تاريخنا العربي الإسلامي حديث متشاعب جدا نملك في تاريخنا مئات بل ربما آلاف الموسعات لأننا نملك مئات وربما آلاف العلماء الموسعين لو أحصينا موسعات كتب الأدب فقط سنجد العشرات حيوان للجاحل وعيون الأخبار لابن قتيبة والأغاني للأصهاني والعقل الفريد لابن عبد الربو وأمالي اليزيلي وأمالي القالي وأمالي ابن الشجري وسنجد أيضا مثلا كتاب الإمتاع والمؤانسة وطبقات الشعراء لابن سلامي الجمحي والشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز سنجد أيضا اختيارات الشعر المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وأشعر الهزمين وحماسة أبي تمام وحماسة البحتري ثم كتب التاريخ الطبري تاريخ بغداد الخطيب البغدادي والنجوم الزاهرة في ودوك مصر والقاهرة لابن تغري بلدي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان كتاب ابن خلدون العظيم العبر والجوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبر علماؤنا كان الواحد منهم يؤلف الموسوعة ثم يجدها غير كافية فيشرحها أو العكس يختصرها لتعم فائدة وبعض العلماء في تاريخنا تجده يصنف أكثر من موسوعة في أكثر من علم ابن الأثير مثلا له موسوعتان الكامل في التاريخ وله أيضا أسد الغابة في معرفة الصحابة كذلك يقتل حمول صنف معرفة الإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب وهو يعرف باسم معجم الأدباء وهو أيضا صاحب معجم البلدان ويكون أهم كتاب في مجاله وغير ذلك كثيرون الموسوعات العربية في كل المجالات في الأدب والتاريخ كما ذكر وفي الفقه ستجد موسوعات عظيمة في كل المذاهب وفي الفقه المقارن موسوعات فوق الحص ولو بدأت ذكرها سيطول حديثي إلى ما لا نهاية وأنا لا أريد أن أستطرد إن كنت قد استطردت بالفعل ولكن هدفي من هذه المقدمة أن أتحدث عن تميز موسوعة الإيمان القرباوي وعن أهميتها في تاريخ الثقافة الإسلامية هناك موسوعات بطبيعتها العمل فيها ميكانيكي مثل المعاجم مثلا موسوعة ضخمة وطيمة جدا في اللغة ولكن مساحة الابتكار فيها محدودة فهي عمل بطبيعة تجميعية وهناك موسوعات يكون العمل فيها في موضوع واحد فكرنا بعض الموسوعات في علم الرجال أو عن التاريخ للشخصيات أو حتى بعض الموسوعات العملية مثل موسوعة الإمام الغزالي يحيى علوم الدين مثل عمل ضخم ولكنها ذات موضوع واحد هناك نوع ثالث من الموسوعات يكون متعدد المواضيع مثال على ذلك ممكن يكون أعمال ابن تينية مجموع الفتاوى وأعمال ابن القيم وهذا النوع من الأعمال الذي يجمع كثيرا من العلوم في كتاب واحد أو يعني في موسوعة واحدة لا شك يعني أن موسوعة الإمام القرضاوي هي من هذا النوع من النوع متعدد المواضيع فيها مواضيع لا حصر لها فيها علوم كثيرة كما أنها تتميز بالتناول العميق لكل هذه الموضوع موسوعة الإمام القرضاوي من الناحية الفهرسية قسمت إلى 13 قسم تبدأ من الخصائص العامة للإسلام إلى أن تختم برسائل ترشيد الصحوة طبعا مرورا بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والتفسير وعلوم القرآن والأدب والشعر والسيرة الذاتية وغير ذلك من المواضيع هذا هو التقسيم الأول لموسوعة الإمام القرضاوي سأضع لكم في الوصف فهرس الموسوعة لمن يرغب بالتطب في الاطلاع على فهرس الموسوعة ولكن هناك تقسيم آخر هو تقسيم المحتوى ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو يعتبر غالبية موسوعة يمكن مثلا 80% من حجم الموسوعة وهو كتب الإمام القرضاوي تلك الكتب القيمة التي عرفها الناس وطبعت مئات الطبعات وترجمت إلى عشرات اللغات لا لا أكثر من 70 سنة من الكتاب أما القسم الثاني فهو كتب لم تطبع إما لأنها كانت على وشك الانتهاء وانشغل عنها الشيخ ونسيها وإما لأنها جلت لأي سبب من الأسباب فبفضل الله خلال ثمان سوات من العمل الدؤوب استطاع الشيخ أن ينهي هذه الكتب التي كانت تحتاج إلى جهد بسيط أنهاها بنفسه وأصبحت هذه الكتب ضمن الموسوعة. أما القسم الثالث فهو الأعمال المسموعة والمرئية وقد بدل الأخوة العاملون في مكتب الشيخ بإشرافه أيضا جهدا كبيرا لتحويل هذه الأعمال المسموعة والمرئية إلى مص كتبي فجزاه الله خيرا وتبقى وصف أخير وهو الوصف الشاعري من الموسوعة فنستطيع أن نقول إنها موسوعة تمتد في الماضي وتتغلغل في الحاضر وتحلق وتسري المستقبل. مبدعها كتب في المواضيع الفقهية القديمة بروح عصرية وتمكن من الكتابة في كل مواضيع الحياة برؤية تتسع جغرافيا لكل مسلم يعيش في أي مكان في الأرض وبفلسفة تعمقت بالتأصيل المقاصدي وفقه الأولويات وبالعمل. ما أظن الدنيا قد رأت رجلا سافر وتنقل لكي ينشر الدعوة الإسلامية مثل الشيخ يوسف القرباو فهي موسوعة قيمتها ليس في ثباتها بل في ديناميكيتها أيضا وذلك بسبب تحرك وترحال وسفر صاحبها في كل الأرض بكل الطرق لكي تتعمق اجتهاداته وتلائم هذا العصر. وبرغم أنها موسوعة معاصرة صاحبها كان دائما يتحدث عن الأصالة والمعاصرة وهي موسوعة فتحت باب الاجتهاد لمئات الباحثين المعاصرين في عشرات المواضيع الاقتصادية والتشريعية والعلمية إلا أنها موسوعة تراثية قديمة بحكم أن صاحبها رحمه الله قد كتبها كلها بالطريقة القديمة الوالد الحبيب رحمه الله ما عرف في حياته عملية تايبينغ أبدا وكل هذه الكتب كتبت بأقلام على أوراق أو بالارتجال في الخطب والمحاضرة وقد كتبت هذه الموسوعة من مكتبته الحية في ذاكرته الفذة الحاضرة كان رحمه الله إذا سافر عاد وقد كتب عشرات الصفحات بنقولها يكتب من ذاكرته قال الإمام الغزالي كذا وكذا وكذا من ذاكرته ثم يسلم النص إلى مساعدي ويقول لهم هذا النص في الجزء الأول من إحياء علوم الدين وأحيانا يعود له مساعده بأن النص غير موجود في الجزء المحدد فيقول مستحيل أحضروا الكتاب فيتضح أن هناك طبعة أقدم للكتاب فيدلهم على موضع النص فيها فيجدون الاقتباس ويضعون رقم الصفحة والجزء كما هو مع تأديم طبعا ذاكرة الوالد كانت حديث الناس لعلي أذكر بعض قصصي معهم في هذا الشأن إن شاء الله في حديث أخرى وأختم حديثي عن موسوعة ببشرة وصلتني عشرات الرسائل من مشايخ وطلبة علم وقراء ومحبين للشيخ ومن شخصيات عامة وأصدقاء بل من بعض المؤسسات والجمعيات يطلبون نسخا من الموسوع ولا شك أنكم تعلمون أن الاستجابة لهذه الطلبات فوق قدرتنا الموسوعة أكثر من مائة جزء فيها أكثر من مائتين كتاب فهذا فوق قدرتنا بل هو فوق قدرة أي أحد ولكن أحب أن أبشركم جميعا بأن الموسوعة ستكون متاحة بشكل إلكتروني مجاني في وقت قريب إن شاء الله وذلك من خلال مشروع كبير نعمل عليه نحن أسرة الشيخ بالتعاون مع أحبابه وسيتم من خلال هذا المشروع عمل تطبيق القرضاء وستكون الموسوعة ضمن ما يتم توفيره على تطبيق القرضاء طبعا المشروع كبير جدا وسيحتاجه جهدا ضخما وسيحتاجه وقتا وسيتم تجشينه على عدة مراحل إن شاء الله ومن خلال هذا المشروع سيتم نشر وترجمة تراث الشيخ القرضاوي المرئي والمسموع والمقروء وسيتم توفير الموسوعة كاملة بإذن الله تعالى لكل من يرغب في الاطلاع والاستفاد كنت حدثتكم في العام الماضي أيضا عن ديوان المرافل وهو بفضل الله أصبح كتابا ضخما ربما من جزئين أو أكثر سيكون فيه قصائد في لتاء الشيخ رحمه الله ومقالات عن الشيخ وذكريات معه بأقلام أحبابه وبعض أبنائه وما زال العمل عليه جاريا وبإذن الله سيصدر قريبا لقد تحدثت إليكم في العام الماضي عن أيام الوالد الأخيرة وذكرت في ذلك الفيديو أن الذين يظنون أن الوالد أن موت الوالد الحبيب يعني اختفاءه أو اختفاء أفكاره مخطئون وقلت لهم ولكم ولنفسي إذا كان القرضاوي قد مات فإن الوسطية لا تموت ومنهج الاعتدال لا يموت وكتب القرضاوي القيمة لا تموت وحمدت الله الذي وهبنا أبا لا يموت وها نحن بعد مرور عام كامل نتأكد من ذلك في النهاية نحن اليوم في الذكرى الأولى لرحيل الوالد الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي نسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدم لهذه الأم وعلى ما بدله في سبيل ترشيد الصحوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي المستمير ومقاومة التطرف وعلى مواقفه الخالدة في مواجهة الظالمين والمستهدين اللهم آمين